السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور ماركدي عبد الرازق استشاري جهاز هضمي وكبد الحميات أتشار بجودي معكم اليوم سنتحدث عن موضوع النزلات الشعبية هذا التهاب الشعبي عبارة عن التهاب يصيب الشعب الهوائي وهي عبارة عن أنابيب الهوائية وتوصل ما بين القصب الهوائية وما بين الرئة هذا التهاب الشعب الهوائي مهم جدا لأن إذا لم نعلم التهاب الشعب الهوائي بأسرع ما يمكن هذا يؤدي إلى مضاعفات ويؤدي إلى التهابات رئوية ويؤدي إلى حساسية في الصدر فيما بعد ويؤدي إلى أمراض تنفسية مزمنة بالنسبة للنزلات الشعبية نقسمها إلى قسم حد وقسم مزمن هذه التهابات الحادة عادة تأتي للأطفال ويقعد من حوالي أسبوع إلى عشر تيام ومعظم الأحوال هذه التهابات فيروسية وفي معظم الأحوال لا تحتاج إلى مضاد الحاوض يكفي مشروبات دافية مثل الجنسون أو يمكن أن أعطيها عسل مع التدفئة مع الغذاء الصحي هذه الأطفال تتحسن ويبقوا جيدين أما للتهابات المزمنة هذه عادة تقوم بشهور أكثر من حوالي ثلاث شهور وعادة تأتي في الموسمين المتتاليين وفي الحالات مثل هذه عادة السبب الرئيسي لهم الناس الذين يدخن سجاير أو شيشة أو الناس الذين يدخن علاقة بالهواء وهو تلوث مثل الناس الذين تشغلون في مصانع غير جيدة التهوية أو مصانع رخام أو مصانع نسيج أو الناس الذين يدخن صهر للمعادن هذه الناس معرضة أيضا لأمراض مزمنة والتهابات مزمنة في الشعب الهوائي بالنسبة للحالات التي هي الحادة بالنسبة للحالات القادمة التي تأتي للأطفال هذه عادة تصبح مصحوبة بقحة والأطفال ساعات يكون فيه ارتفاع في درجة الحرارة في بعض الأحيان يوجد زكام في بعض الأحيان يحدث فيه قيء مع تكسير في الجسم في بعض الأحيان يحدث فيه آلام في الصدر أو ضيق في التنفس بالنسبة للحالات هي موسع للشعب الهوائي في بعض الأحيان وموسع للشعب الهوائي مثل السال بيتامول يحسن جدا التزييق الصدر وضيقة النفس لكن في بعض الأحيان أيضا نلجأ لجلسات التنفس في بعض الأحيان نعطي أتروفينت أو نعطي فاركولين أو في بعض الأحيان نعطي بالموكورت كل هذه الأدوية نستعملها كموسعات للشعب الهوائي على هيئة جلسات التنفس في بعض الأحيان نعطي أدوية مثل الكورتزون في بعض الأحيان نعطي مضادات حيوية وممكن أن نعطيها أيضا حقا لو الحالة شديدة لكن معظم الحالات أو 90% من الحالات تبقى فيروسية ولا تحتاج إلى إعلاج تأخذ فقط حاجات دافية ومع التدفئة مع الأكل الكويس كل معظم الأطفال يتحسنون بيبوكويسين بالنسبة أيضا للحالات المزمنة طبعا كما اتفقنا أن السبب الرئيسي لها الدخيان أو الهواء الملوس طبعا ننصح الناس أن تبتعد عن السجاير أو الشيشة أو الهواء الملوس لأن هذه الأشياء تساعد في أن يحدث شيئا اسمها إنفيزيمة أو تمدد في الرئة أو انتفاخ في الرئة أو يحدث شيئا اسمها كورونيك أبستراكت بالمونري ديزيز يعني يحدث عن الأنواع الالتهابات مع ديئة نفس في الرئاتين المريض وكل هذه الحالات كما اتفقنا أنها تبقى مزمنة في بعض الأحيان أيضا نعطي لهم كورتيزون في بعض الأحيان نعطي بخخات في بعض الأحيان نعطي موسعات للشعب الهوائي وهي مزيبات للبالغم طبعا ننصح بالنسبة لأن هذه الحالات كانت حادة أو مزمنة أننا بالنسبة للشتاء بالذات نستعد ونعطي حقا التطعيم للأمفلونزا لأنها مهمة جدا للحماية وخصوصا في الظروف اليومين وفي ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 ننصح الجميع أن يأخذ حقا تطعيم الأمفلونزا ننصح الجميع التغذية الجيدة ننصح بغسيل الأيدي باستمرار لأن هذه الميكروبات تنتقل عن طريق النفس وبالتالي ننصح بعدم التعرض للازدحام وخصوصا بالنسبة لأطفال المدارس أو أطفال الحضانات مهم جدا جدا أن لو المريض أحس بأن يوجد بلغم مدمم أو ارتفاع حاد في درجة الحرارة أو ضيقة نفس أو ألم شديد في الصدر طبعا يجب أن يتوجه للطبيب مباشرة وننصح الأمهات لو كان هناك حالة من الحالات مثل هذه يجب أن تتوجه للطبيب مباشرة ارتفاع حاد في درجة الحرارة أو بزاق مدمم أو ترجيع مستمر أو الطفل لا يستطيع أن يأخذ نفسه هذه كل هذه الحالات مهمة جدا التوجه للطبيب مباشرة كما اتفقنا بالنسبة للتطعيمات مهمة جدا جدا تطعيم الأنفلونزا مهم جدا الابتعاد عن الزحام مهم غسيل الأيدي والتغذية الجيدة هذه كل هذه الحالات عدم التعرض للطيارات الهوائية يعني يجب أيضا في فصل الشتاء نلبس لبس مناسب يعني يدفينا لا نبقى لبس خفيف لأن هذه كل هذه الحالات تساعد في طول فترة المرض طبعا مع شرب السوايل الدافية مع العسل مع الينسون هذه كل هذه المشروبات تجيب نتيجة قويسة وخصوصا في الحالات الحادة أنا أشكركم جزيل الشكر وأرجو أنتم استفدتم من الفيديو فقط أحب أن نوه أن بالنسبة للسجاير بالذات الناس الذين لديها حساسية في الصدرية يجب أن تبتعد عن السجاير أو الشيشة لأن هذا مهم جدا جدا لأن مهما عملنا في العلاجات سنقدر المريض سيتحسن المريض طول ما هو يشرب شيشة أو سجاير كذلك بالنوع في الحالات التي هي التدخين السلبي ممكن أن تكون قاعد مع الناس الذين يدخنون وتتأثر بالسجاير خصوصا لو كانت الغرف مغلقة مهم جدا جدا أن نأخذ بالنا من الطرق الوقايدية مع غسيل الأيدي أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته